اشتركوا في القناة رفيع المستوى في الواقع يضم في اكنافه تناقضات واختلافات عديدة في وجهات النظر والمفاهيم وخلاف هذا الامر الذي استثمرته قوى متطرفة وتوغلت في استخدام العنف لينتج عن ذلك فوارك كبيرة تحتاج الى جهود متضافر لرفع مخلفات اعمال هذه الجماعات والبدء ايضا في اشاعة القيم الحميدة اللي تضمن البيئة الامنة للتنوع والاختلاف الفكري والايديولوجي وهذا يتزامن مع جهود حكومية لطوي صفحة الاثار السلبية اما في ملفنا الثاني من الحصاد مشاهدي الاحبة فان الخلافات السياسية او بالاحرى انتظار التوافقات حول مناصب الدرجات الخاصة هي من اجلت جلسة الثلاثاء المخصصة لحسم هذه المواضيع خاصة مع وجود حراك سياسي لعادة النظر بهيكلية هذه الدرجات اللي تزيد من التبعات المالية للدولة العراقية غير ان هذه المساعي قد تصطدم بالصعوبات الكثيرة من بينها رفض تلك المقترحات والتوصيات اتناهي كعن كونها تترابط مع ملف رئاسة اللجان البرلمانية المؤجل موعد حسمها ايضا اذا المشاهدين الاحبة خدونا نفتحوا اياكم هذه الملفات اتباعا وناقشها مع ضيوفنا الكرام في الفضل المبقاء ويانا ومتابعتنا ناقشنا اهمية حكمة سماحة السيد وتعاططه ودعمه للتعايش السلبي الزيارة هو وجود زميل السيد موراتينوس من نيورك رسالة اليوم رسالة ايضا الحكمة سماحة السيد للتعايش ودعوة للتعايش السلمي هي الاهم بالنسبة للجميع سواء في العراق وخارج العراق لذلك انا فخورة بوجود زملائي من نيورك هنا وهذه الزيارة تؤكد على الهمية العمود الشيعي هنا في النجف وهذه اهمية كبيرة انا هنا جئت الى النجف من اجل تقديم دعم الكامل للأمم المتحدة ودعمه الكامل لاستمرار عمل المصالحة والاستقرار في العراق ودعم وحماية الروحية الدينية للجميع في هذا العالم واخيرا دعم الامم المتحدة وتحالف الحضارات من اجل حماية الاماكن الدينية والاماكن الدينية السواء الشيعية والممتلكات وكافة الاماكن الدينية الاخرى اشتركوا في القناة من جديد حياكم الله مشاهدي الاحبة بهاي الحلقة ارحب بضيفي الكريمين الاستاذ وائل الركابي عضو اتلاف دولة القانون حياك الله استاذ وائل وكذلك ارحب بدكتور اسامة السعيدي استاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين اهلا بك دكتور ابدأ ما حضرتك استاذ وائل اتحدث عن تأكيد مرة اخرى من المنظمات الدولية لمحورية المرجعية الدينية الرشيدة في النجف الاشرف والادوار التي تؤديها هذه المرجعية على مستوى العراق بل تفوق حتى على مستوى دولي واصبحت محور اهتمام هذه الدول كيف تنظر الى لقاء بلس خارت مع سماحة المرجع بدا بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لحضرتك استاذ احمد والدواري الاخرى الضيفك الكريم دكتور اسامة ومشاهدكم الكرام بالتأكيد مرة اخرى يخرج لنا سماحة الامام السيد السستاني البرجع الاعلى حفظه الله ورعاه ليؤكد لنا عن حكمته وعن رؤيته في التعاطي مع هكذا شئن وهكذا امور تمثلها الامم المتحدة مرة بشكل عن طريق ممثلها العام ومرة عن طريق ممثلة اليونامي السيدة بلاس خارت فبالتالي يعني تجديد سماحة المرجع على التعامل السلمي والسماحة وبشكل لا يفرق بين دين وآخر ومذهب وآخر هذه الرسالة اتصور انه العالم يعرفها جيدا وهذا موقف لم يخفى على احد ابد لكن تسألني بشكل سريع انه هل فعلا انه مثلا هذه البحثة من الامم المتحدة ذهبت لكي تريد ان تعرف رئيس سماحة السيد السستاني بهذا الاعلان هذا اعلان ليس جديد لا هذا اعلان يعرفه وقد كان تصرح به البابة حينما زار سماحة السيد السستاني وكذلك هم ايضا لهم زيارات اتصور انه سماحة السيد السستاني استطاع ان ان يغير الوجهة التي او الرؤية التي ذهبوا بها مجموعة الممثلين الامم المتحدة وقد استطاع ان يرد عليهم لكي يخبر الجميع باننا ندعو الى احترام الكل واننا نرفض الاستهانة باى شخص يتبنى فكرا او معتقدا او منتميا الى مجموعة معينة فهو في نظرنا إنسان ويجب أن يحظى بإحترام كبير للكل لذلك يعني مرة أخرى يغلق أمام كل الأفواه التي تحاول أن تجعل من أن تستخرج كلمة يراد بها إثارة إلى فتنة أو إثارة إلى جانب سياسي أو إثارة إلى خلق أزمات جديدة لم يستطيعوا مرة أخرى وهذا هو ديدا المراجع الإعظام لدينا بشكل حال طيب عندنا هنا متغير جدا مهم دكتور سامة وجدت ترحابي حضرتك نتحدث عن سنين طوال عرف عن العراق أنه محطة للتعايش السلمي لمختلف القوميات الأديان المذاهب لكن الأصوات والأحداث المتتالية التي حدثت بالعراق خصوصا بعد عام 2003 ونشاط الجماعات المتطرفة يجوز أبعد العراق عن دورة في هذه الريادة اليوم لما تكون هكذا لقاءات بين منظمات دولية وممثليها وبين رمز للتعايش السلمي بل حتى البابا بابا الفتيكان من أولى أولوياته كانت زيارة سماحة المرجع كما نوها السيد الركابي هنا نتحدث عن هذه الجزئية هل العراق يحتفظ بهذه الريادة عبر هكذا لقاءات؟ نعم شكرا جزيلا أنت حال حضرتك أستاذ أحمد والأستاذ والمحترم والمشاهدي قناة الأيام شكرا على الاستضافة يعني في دولة العراق كما تفضلتهم هو تاريخيا ولا نتحدث هنا عن سرديات بقدر ما نتحدث عن حقاق وتلاحظ حضرتك أن الشواهد التاريخية والشواهد العمرانية سواء كان في بغداد أو في كل محافظات العراق تجد أنه دائماً أكو كنيسة أو دير أو جامع أو حسينية يعني متجاورتان أو ما بين واحدة وأخرى مسافة تكاد تكون بسيطة وهذا ندل على شيء دل على أنه كل الاتجاهات وكل الأديان وكل المذاهب هي تتعايش ومتعايشة بصورة طبيعية رغم أن العراق قد يكون صراحة في تاريخها هو عاش فترات احتلالات ومخاضات واستعمار لكن كبيئة مجتمعية هي بيئة متعايشة اللي حصل أنه في تأسيس الدولة العراقية الحديثة سارك نوع من التفرد بالسلطة من قبل مكون واحد على حساب باقي المكونات وبقت هذه الحالة المشوهة حتى مع انهيار النظام الملكي ومجيئ الأنظمة الجمهورية المتعاقبة إلى أن استلموا البحثية السلطة إلى زوالهم عام 2003 عام 2003 كانت فيها قد تكون البداية الحقيقية لنظام متوازن نظام سياسي متوازن هذا اللي نسمي عليه بالتوافق والمشاركة وغيرها من المصطلحات اللي تدلل على أنه السلطة هي انعكاس الواقع الاجتماعي وليس فقط هي انعكاس لرؤية شخص أو مجموعة أشخاص وهذا اللي حاوله يعني الطبقة السياسية أن يثبته بالدستور وثبته بالصلاحيات وثبته في الإجراءات وثبته حتى في قانون الانتخابات وتشوف حضرتك أنه حتى في قانون الانتخابات هناك مثلاً كوتل النساء هناك كوتل الأقليات هناك كوتل المكونات حتى قدر المستطاع نحافظ على هذا التوازن الاجتماعي وهذا التوازن اللي نسميه من مختلف الانتماعات اللي حصل أنه طبعاً كانكوا أعمال عنف متمثلة بتنظيم القاعدة وكانكوا أعمال عنف متمثلة بتنظيم داعش اللي طبعاً أخذت الشيء الكثير من هذا التوازن ومن هذا الخلن نسميه الطيف الموزائكي بالنتيجة تلاحظ يعني الشيء قد يكون المؤسف يعني بصراحة أن نجد مثلاً الكنائس الآن مغلقة أو شبه مغلقة في أغلبها وتكاد تحولت إلى أغراض تجارية يعني يتم تأجيرها باستخدامات أخرى لأغراض قد تكون غير الأغراض المخصصة إلها أصلاً وهذا دل على شيء دل على أنه هجرت هذا المكون مثلاً المسيحي قارج العراق وعدم شعوره بالأمان والطمأنينة بعد أحداث العنف وأحداث الأرهاب والتفجيرات اللي قد يكون تعرض لكل المجتمع العراقي بالمناسبة وليس مكون محدد لكن الأقليات أو المكونات تشعر بالخطر لأنه أعدادها محدودة فعملية استدافة يكون أسهل الزيارة أنا أعتقد هي قد تكون مكسب للبعثة اليوم أكثر ما هي مكسب يعني للعراق وما احترامنا للبعثة لأنه الكل متفق على مكانة سماحة السيد علي السستاني وعلى شمعته وعلى مكانته العالمية اليوم يعني مكانة الاعتدال ونظرة العالم إلىه وقدرته على أن يتخذ قرارات ومواقف يعني مفصلية في أوقات حساسة هو من هنا تكمل الإعجاز أنك أن تتخذ مواقف مفصلية في ظروف حساسة يمكن أن تتخذ قرارات أخرى في مثل هكذا ظروف للإنسان العادي لكن بإما أن هذا الشخص هو شخص غير تقليدي وغير عادي وبالتالي يتخذ هكذا مواقف حفاظا على الوحدة الوطنية وعلى سمعة البلد وعلى مكانة العراق وعلى التعايش وعلى غيرها من الأمور لذلك ما أعتقد يعني سواء كان بلاس خارت سيد بلاس خارت أو الوفد المرافق الهزار إلى العراق وإلى بغداد قد يضيفون شيء لأنه شريعة يعني محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما جاء به آل البيت هي معتمدة من قبل الأمم المتحدة أصلا ويشار لها في كل المواثيق وفي كل الإشارات على أنه ما جاءت به دولة المدينة وما جاء به حكم فترة حكم وولاية علي بن أبي طالب كانت تمثل حقيقة نقطة فارقة في تاريخ البشرية وفي تاريخ الدولة الإسلامية طيب هذه التحديات التاريخية بل وحتى التحديات التي نعيشها في الوقت الراهن أستاذ وائل نتحدث عنها بالعراق وفي الأخص في المناطق التي خرجت من سيطرة داعش بالتالي ولدت الكثير من الظواهر نزوح مناطق عانت السبي وغيرها من هذه المشاكل الاجتماعية إعادة هذه الطمأنينة كما عبر عنها سماحة المرجع إعادة هذه الروحة الوطنية فما الذي واجهته هذه البيئة العراقية من تحديات للتعايش السلمي طبعا حقيقة كل ما واجه العراق وفيما ذكرته في هذه الحقبة الزمنية الأخيرة يعني تعرضت لها المناطق لإرهاب داعش وفي القبيعة القاعدة كل ما تعرضت له هي تعرضت له من خلال نفر ضال ومن خارج العراق يعني ليس الأصل في الداخل العراقي في الداخل العراقي نجد الحقيقة التي تمثلت في جهات هذا الإرهاب عندما جاءت فتوى سماحة المرجع الأعلى فتوى الجهاد الكفائي نجد أنه تشكل الحجد الشعبي من ماذا؟ من من؟ تجد الصابي تجد العيزيدي تجد السني تجد التركماني تجد العربي بشقيه الشيعي والسني إذن هذه الوحدة هي الحقيقة هي الحقيقة الناصعة التي تمثل الوجود والتعايش السلمي للشعب العراقي لكن بعد 2003 وقبل 2003 الإجرام الذي قام به نظام الطاغية الدكتور الدكتاتوري مشكلة يعني جعل الأجواء مهيئة إلى الاحتلال عندما جاء بعام 2003 بالتغيير جاء وكأنه يعمل على تجزئة وتقسيم العراق إلى إثنيات إلى مكونات إلى طوائف إلى مذاائب لذلك نجد دائماً ما كانت المرجعية تدعو إلى عدم تجزئة العراق تدعو إلى المحافظة على وحدة العراق حتى تم هذا المنطق إلى واقع حقيقي تجسد بعد أثناء 2014 عندما دخل داعش في ساحة المناطق الغربية الفتوى الجهادية التي جعلت من الشيعة يذهبون إلى مناطق لربما لم يزوروها أبداً من قبل والجعل من المناطق التركمانية التي حافظوا فيها وجعلوا من الأيزيديين هذه المؤامرة الخارجية هي التي أرادت أن تشقصف في البيت النسيج الواحد العراقي لذلك نجد سماحة المرجع الأعلى أدام الله ظله الوارف دائماً ما يؤكد على هذه النقطة لكي يعطيها رسالة إلى العالم لكن العالم المتبثل الآن حتى يعني عذراً من هذه الكلمة الأمم المتحدة وغيرها للأسف الشديد يتعامل بمعايير مزدوجة وكأنه تجعلك أنت المراقب لا تشعر بأن هذه المنظمة فعلاً تهتم بشؤون الإنسان بقدر ما أنها في بعض الأحيان أو في أغلب الأحيان تكون أداة سياسية تستغل من قبل الأولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والدول المؤثرة في العالم بذلك السيد السيطاني دائماً ما ينشر هكذا رسائل لكي يثبت للعالم أن الواقع العراقي لا يمكن أن يتأثر بكل المؤامرات التي وقعت عليه والتي لربما يحدد لها يعني يتم تفعيل أو تحديد بعض المؤامرات القادمة لا ساحماح الله سيجدون موقفاً واحداً وأن هذه الزيارة التي حدثت اليوم هي فقط أنا في رأيي أنهم أرادوا أن يستمعوا رأي العراق وإلا شخص واحد يعطي رأي تستقبله الأمم المتحدة بكل مذاهب العراق وقومياته أنه هو رأي واحد لا يمتلك هذه القدرة سوى سماحة المرجع لعلى السيد السيطاني هل نخرج من دائرة المجتمع والتعايش السلمي المجتمعي دكتور أسامة ونذهب إلى المساحة السياسية رغم أن سماحة المرجع لا يتدخل بالسياسة لا من قريب ولا من بعيد سوى في الحالات الحرجة يعطي رأياً أنا أعتقد يعني بنية النظام السياسي العراقي هي بنية إيجابية لكن تسألني بالتطبيق أقول لك نعم المناخات هي مناخات غير إيجابية أنا ضد فكرة أو أنا مو أنا وإنما كمبدأ عام ضد فكرة أنه أنه تكون أكو حماية لمكون أو حماية لفئة أو لاختصاص أو لمهنة لأن الأصل بالموضوع أن أنت يفترض تخليفت حالة صحية عامة لكل المجتمع وبالتالي هذه الحالة الصحية العامة يعيش ويتعايش فيها الجميع بمختلف انتماءاتهم بمختلف توجهاتهم بما لا يضر بالقيم العامة بالأخلاق العامة بالعادات بالتقاليد كل واحد يحافظ على خصوصيته بالنتيجة ما تحتاج أن أنت تخلي أساليب علاجية من نتحدث عن كوتا ومن نتحدث عن خلينا نسميها حصة لقضية معينة هي حالات مؤقتة علاجية يفترض لا تستمر يفترض حالة من الرقي وحالة من التطور بحيث أن المواطنة هي أساس كل شيء والمساواة في الحقوق والواجبات هي أساس كل شيء وبالتالي ما تحتاج أن تضمن حق مكون أو تضمن وزن لمكون نسبة معينة بحسب الوزن السياسي هذا اللي نتحدث عنه بناء على سؤال حضرتك نتحدث عنه بالمنطق السياسي ومنصير الانتخابات أنه شقد وزنك الانتخابي رح يكون ممثل بالحكومة جهد وزنك الانتخابي رح يكون ممثل بالهيئات المستقلة وهذا الموضوع هو يعبر عن حالة خلينا نسميها مشاركة لكن هو لا يجب أن لا يكون حالة مستديمة لأن الحالة المستدامة يجب أن تكون هي الحالة العامة المستقرة لكل البنية السياسية البنية الاقتصادية البنية المجتمعية يعني تخيل أنه الآن في دوائرنا مثلا أكو فقرة في القانون أو في التعليمات أنه الدرجة الوظيفية المخصصة للأخوة المسيحيين حد في حالة وفاة الشخص المسيحي أو حالة على التقاعد لا يتم إشغالها إلا لشخص مسيحي آخر يعني هذا معمول بكل سنة تقريبا أن تعلن درجات وظيفية شاغرة للأخوة المسيحيين هذا هو حالة صحيحة يعني أنه أنت تحافظ على هذا المكون لكن بالحالة العامة يفترض أن فرص العامة لكلها موجودة ومتاحة ومتساوة بحسب الخبرة والكفاءة بصرف النظر عن أنه شنو ديانتك أو شنو معتقدك أو شنو اتجاك لذلك أنا أعتقد الرؤية العامة الرؤية التي تبغيها المرجعية والتي يبغيها أي إنسان يعني يجد المنطق الصحيح هو أن يكون حالة من النضج لدى الجميع نحن النضج الذي نطلبه اليوم نضج لدى الطبقة السياسية باعتبار هي لي ماسكة بالقرار هي لي ماسكة بزمام الأمور ما تنظر للأمور بمصلحة ذاتية يجب أن تنظر بمصلحة عامة لأن أنت هذا النظام السياسي الذي قاعد ترسد عامة الآن نحن نريد أن يبقى لفترات طويلة يتجاوز الخمسين ويتجاوز المئة السنة ما معناه أنه هذا النظام لازم يجدد نفسه لازم يخلي بناء وآليات وثقافة ومرتكزات وقواعد قانونية وقواعد عرفية غير مكتوبة أنه نتمنى أنهما لي نظرون للمرحلة الراهنة أنهما الآن موجودين وإحنا موجودين ما كنا بنا واحد رح يتجاوز عمره قد يكون العمر السياسي سمرد يقول العمر البيولوجي أو الحقيقي العمر السياسي ترى هو عمر قصير يعني دائماً ما يتجاوز العشرين وخمسة وعشرين سنة تتبدل الرؤى تتبدل الشخصيات تتبدل الأفكار تجي أجيال جديدة لذلك أنت من ترسي دعام نظام سياسي رح تحافظ على بنية نظام مستقرارة أما من ترسي حالة شخصية رح تزول بزوالك وهذا هو أحد العالم من عنده يعني في دول عالم الجنوب أنه دائماً الأشخاص يرسخون معتقداتهم الشخصية ما يرخ السخون معتقدات عامة بالتالي ما تصمت طويل سرعان ما تروح تذهب وتجي معتقدات جديدة لأشخاص جدد وتبقى حالة التغيير مستمرة وحالة من عدم الاستقرار طيب أستاذ وائل نتحدث اليوم عن السلوك اللي اتخذتها جنيني بلاس خارط بعد أن كانت صورها ترفع في التظاهرات التوكتوك اللي صعدت بين باع بكذا مبلغ اليوم حتى بعد لقاءها بسماحة المرجع افترت بالأسواق اشترت دهينة هذه الصور اللي تريد توصلها والرسائل اللي توصلها سواء للداخل العراقي أو للخارج الدولي ما الذي تريد أن تركز عليه بلاس خارط يعني طبعا بدءا أنا شخصيا على الصعيد الشخصي لا أثق بهذه المرأة وإطلاقا لكن أعتقد من هذا العمل الذي قامت به هي أنها تخشى أن ثمت ضغوطات لربما تكون على الحكومة الجديدة وعلى رئيس المزراء السيد محمد الشاعر السوداني أن يطلب عدم تجديد بقاءها في العراق لأنه هي يعني يتم تيزيد لها سنويا من قبل طلب يقدم من رئيس الوزراء إلى يونامي وإذا وافقوا يقولون نعم وهذا الأمر طبيعي كان استخدم السيد الكاظبي رئيس حكومة تصريف الأعمال فبالتالي هي تخشى أنها تريد أن تبعث برسائل إلى الأمم المتحدة وإلى حتى إلى بعض من يستطيع أن يغير رأيه من الطبقة السياسية المتلونة التي من الممكن أن تستخدم لها من الأساليب أو ما يجعلها أن تغير مواقفها بناء على تجوال السيدة بلاس خارب في أسواق النجف وشراءها إلى الدهينة وإلى ما شابه ذلك أو إلى زيارتها التي تشرفت بزيارة السيد علي السستاني أتصور أن هذا لن يغير من الواقع شيء يعني هذه هي لربما في قراءتي ما تريدها ما تريده هي لكن هل هو الواقع هذا وإلا ما تداعي أنها تمارس هكذا ممارسة بدون جدوى بدون هدف بدون غاية يعني حينها تكون من الممكن هذه الزيارة قد تكون يعني إلى زيارة رئيس دولة قادم يريد أن يغضي ساعتين أو يوم أو يومين لتفقد بعض الأماكن الجميلة لكن بالنسبة لها مثلا هي متكررة في زياراتها إلى النجف الأشراء ولا ربما كما ذكر جنابك لها دور في الشارع العراقي وإثارة الأزمات والفتنة في عام 2019 ومجنون طبعا ومتخلف من حاول أن يدفع هكذا مبلغ في التكتك الذي ركبت به بلاس خارت والله لا يعني ما أدري كيف يتعاطى هكذا نماذج مع يعني من اشترى أو من عرض هكذا أسعار لمجرد ركوب بلاس خارت بيه ما أدري يعني هذه الأفكار فعلا هل هي أنا أقول هذه الأفكار هي اللي أدخلتها بلاس خارت إنه هذا غسل الأدمغة الذي جعل مننا أن نجعل التكتك شيء عظيم لأنه ركبته بلاس خارت بينما لا ننظر إلى من تراق دماءه من أجل الوطن ومن أجل الإنسانية ومن أجل السلام يهمل ولا يمنح استحقاقاته الحقيقية ولن نجد من يدافع عنه لكن بلاس خارت لا وقفت يام أبو الدهينة لازم هذا باتر أبو الدهينة يلزمون عليه السرع والله لأنه وقفت عليه هذه العقلية التي دخلت لنا بعد 2003 غيرت كثير من المبادئ والقيم الذي انعكس للأسف الشديد على الواقع السياسي وانعكس على الواقع الثقافي وانعكس على كثير من الأمور اليوم لدينا عرص يفترض أن نركز عليه كثيرا حقيقة وهو افتتاح معرض الكتاب لكن نجد أنه من يتحدث من المدونين أو من الأطراف الأخرى حتى على الصعيد السياسي على بلاس خارت كثيرا لأنها وقفت عنده دعونا نضيف بلاس خارت وياها رومانوسكي دكتور أسامة نتحدث عن هاتين الشخصيتين هل تقرأ من خلال حراكهما المكوكي هناك تعدد أدوار وش نسمي سمي وحدة هدف ما الذي يريد أو ما الهدف الذي تريدان هاتين الشخصيتين الوصول إليه وسط أيام يعتقدها المراقبون بأنها حبلة بالأحداث حكومة جديدة انطلقت ولا ربما بدأت تأخذ الحكومة قوتها دون الاتكاء على الجانب الأمريكي تحديدا هو استاذ أحمد للمتابع الكريم والمشاهد الكريم حتى يعرف أنه شنو هي بعثة الأمم المتحدة بعثة الأمم المتحدة تشكلت بموجب القرار المرقم 1500 وهذا القرار كان مباشرة بعد احتلال العراق الأمم المتحدة أرادت أن تكون هناك سلطة للأمم المتحدة تقابل سلطة الاحتلال سلطة الاحتلال كانت ممثلة بالولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة فأرادت أنه تكون هناك بعثة أولاً هذه البعثة تراقب أداء سلطة الاحتلال وثانياً هذه البعثة تقدم النصح والمشورة للعراقيين في إدارة شؤونهم باعتبار النظام السياسي هو نظام وليد نظام ديمقراطي جديد دي يكتبون دستور دي يسوون انتخابات كانت أكون المحكمة الخاصة لمحاكمة أزلام النظام السابق وكل هذه تحتاج خبرات وفعلاً بكل موضوعية كانوا يعني البعثة قدمت سواء كان ما يتعلق بكتابة الدستور والانتخابات محاكمة أزلام النظام السابق والمحكمة الخاصة غيرها اللي أرد أقوله أنه إحنا الآن وصلنا إلى مرحلة ما أقول أنه النظام السياسي مالتنا تكامل لكن إحنا الآن ما أعتقد بصرف النظر هسا عن البلاس خارط وملاحظات اللي إحنا نسجلها عليها كعراقين لكن عموماً أنه الآن البعثة اللي تتقوم بي ما يوازي أو ما عاد ممكن أن يطين أمور علاجية مثل ما كنا في بدايات العملية السياسية نعم لأن أنت سلو تشوف أكوة دول ترى أسوأ وضحة من العراق إذا تقولي على عدم الاستقرار الحكومي أضرب لك هسا أمثلة على اليابان وأمثلة على بريطانيا وأمثلة على أمريكا نفسها اقتحام الكونغرس يعني هل معناته إذا كل بلد حكومات ماتت تبدل وكل بلد تطلع بتظاهرات لازم يحطون ببعثة أمم المتحدة هاي قضية قضية الثانية أنه هاي البعثة ما كانت إله دور إيجابي في مثلا تقريب وجهات النظر في وقت الفتنة في أنه توصل إلى حلول منطقية في تقديم خبرات تقنية بالعكس هسا أنا مو في معرض معني ما أردى استحضر بعض الأمور لكن هي ما كانت في بعض الحالات هي جزء من الأزمة وجزء من المشكلة وجزء في تعقيد المشهد لذلك إحنا ننتخيل أو صارت هي وكأنه جزء من ديكور النظام السياسي جزء من ديكور العملية السياسية يعني عدنا سلطة قضائية وعدنا سلطة تشريعية وعدنا سلطة تنفيذية وعدنا ممثلة الأمم المتحدة في بغداد ممثلة اليونامي يعني صارت هدنا أربع سلطات لا هذا مو صحح إحنا نكون نظامنا إحنا أعرف فيه وإحنا ذا عدنا مشاكل إحنا بالسلطات فيما بينها تعمل مع الشعب أنه تتحول إلى مرحلة إلى مرحلة أخرى وصارت القضية مثل حظر الملاعب العراقية يعني كل ما نريد نرفع الحظر قالوا لا العراق بي تظاهرات قالوا لا العراق صار بي تفجير طيب أنتوا أكدوا أتعس من العراق أمنيا وما رافع للحظر عنها بس إحنا صارت قضية هاي انتهت بعد العراق كون ما بي أي مباريات ولا بطولات فبالنتيجة أنا أعتقد الجانب الشخصي يعني اتفضلت في حضرتك مع أستاذ وال موضوع الدهينة والتجول في السوق هذا نسميه احنا الدبلوماسية الشعبية أنه السفير أو البعثة تقوم بالتجوال بالأسواق وتحاول تستميل الناس وتتواصلوا إياهم وتأخذ إياهم صور وتتحدثوا إياهم وتشوف أحوالهم هذه الدبلوماسية الشعبية تريد تسوق نفسها وتسوق لأنني فعلا أنا أتفق مع أستاذ وال أنه هي قد موضوع تمديد بقاءها يعني ليس فقط نتحدث عن الآن عن شخصيتها هي لا احنا دعنا نتحدث عن كبعثة شنه المهام اللي قاعد تقدم إلينا شنه النقاط اللي قاعد تقدم إلينا هل أنه احنا دعنا نستفيد بنعادها فعلا عمليا فاحنا اعتقد ما محتاجين هاي البعثة يعني الآن عمليا ما محتاجين وإذا نحتاج فمو مشكلة نطلب ذاك الوقت يابا تزوننا فريق أمامي متخصص بالعدو الفرز فريق أمامي متخصص تقني بقضية معينة احنا اللي نختارها وإحنا اللي نتحدث اختصاصها وإحنا اللي نقول له شي يسوي وإن يقعد مو هو يجي يرسم المكانة والمساحة وبالمناسبة أنها كلها يعني تستقطع من أموال العراق أشكرك وشكرا جزيلا دكتور أسامة السعيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين إثريت الحوار في هذا الملف وتتفضل المبقاء معي الأستاذ وائل الركابي كي نتابع مشاهدي الأحبة بعد الفاصل ترجمة نانسي قنقر أستاذ وائل الركابي عضو ائتلاب دولة القانون حياك الله أستاذ وائل مجددا وينضم معي ضيفا في الستوديو الأستاذ عمار الناصر السياسي المستقل وكذلك سينضم معي عبر الهاتف السيد الثائر مخيف النائب عن اعتلاب دولة القانون حياكم الله ضيوف الكرام أستاذ عمار مجلس النواب ما تمكن من عقد جلسة الثلاثاء المخصصة للتصويت على الدرجات الخاصة بالتالي نتحدث عن تعذر تحقيق النصاب القانوني ونربط هذا عدم تحقيق النصاب مع حساسية هذا الملف لدورات برلمانية لربما شهدنا اختلاف على آلية الاختيار شكرا جزيلا أستاذ أحمد ولضيوفك الكارم يعني أكيد هذا الشيء متوقع حقيقة لأنه العملية السياسية هي مبنية على أساس المحاصصة هذا شيء محزن أنه ما يتحقق النصاب والدليل على ذلك أنه ما زالت العقلية السياسية بالوقت الحالي هي تسير بنفس المنهجية أعتقد بأنه ما زلنا أنه يعني ضمن منطق شي لني وشي لك للأسف الشديد هذا هو العرف المتبع أصبح عرف سياسي متبع منذ 2003 والأحد هذه اللحظة كله بسبب يعني التوافقات والاتفاقات والمحاصصة وإلى ما شابه اللي كان من المفترض اليوم أنه نخرج من هذا من هذا النمطية من هذا النظام السياسي اللي يعني الجميع بدأ يعرف بدأ يرى بشكل أو بآخر بأنه لم يعد ينفع النظام السياسي في العراق للأسف شديد قانون الموازنة أيضا يعني لحد هذه اللحظة هو لم يقر والدرجات الوظيفية أيضا لم تستحدث ولكن السؤال اللي يطرح نفسه بالوقت الحالي ما هو سبب تأخير إقرار الموازنة على سبيل المثال طيب اللي هو يعني بالإمكان أن نقول بأنه كان معدسلفا من عام 2022 بداية 2022 هناك تركيز حكومي إذا كان لا أريد أن نجيب عن هذا الموضوع وحضرتك المعنى بالإجابة ولكن فصل على مقاسات الحكومة السابقة وكان لها ما لها من مؤشرات الفساد الحكومة الحالي يجب أن تفصل هذا الموضوع ولكن يوم نتحدث عن هذه الدرجات الخاصة أيضا لديها أعباء مالية أستاذ وائل وجه السؤال حضرتك تزداد سنويا هذه الدرجات وتزداد الأعباء المالية على ميزانية العراق كما يتفضل بعدم إقرارها الأستاذ الناصر نتحدث اليوم عن هذه التحديات هناك سعي من أجل تقليص عدد الدرجات الخاصة رح ينجح رئيس الحكومة في هذا الملف وتقديمه للبرلمان ومن ثم نكون قد أنجزنا ما عجزت عنه دورات برلمانية سابقة طبعا تحياتي لضيفك العزيز سيد عمار وأيضا ناعد بخيت سيد ناعد بخيت أنا أعتقد أستاذ أحمد يعني إذا ما أردنا نتحدث عن زيادة على عبئ الحكومة أو الدولة العام بشكل عام نتيجة هذه الدرجات أيضا نستطيع أن نتحدث أنه عملية مجلس النواب وهذه الامتيازات وكل الموظفين في الرئاسات الثلاثة والخصوصية التي مهمة بالتأكيد أنه موضوع يعني يجعل الكاهل الحكومة والدولة العراقية بشكل عام طبعا إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار البون الشاسع ما بين ما يعيشه المسؤول وما يعيشه المواطن البسيط نعم كنت أتمنى أن يتم فعلا كما كان قد صرح السيد محمد الشياع السوداني بأنه سيسعى إلى تخفيض رواتب الدرجات الخاصة بنسبة متفاوتة كلهم حسب راتبة وحسب ما يتقاضى شهريا يفترض أيضا أن نجري تعديلات كثيرة على موادنا وعلى قوانيننا يعني اليوم مثلا بدل ما 325 نائب يمثلون 32.5 مليون باتشر إذا صرنا 40 مليون شقد يعني راح نخلينا 400 نائب طيب ليش ما تصير يعني داعي هذا الحديث لازم الآن الصين اللي تعدادها مليار و 400 لازم عندها مليون و 400 نائب يقعدون داخل البرلمان ليش ما تصير تغيير وتحديث في كثير من القضايا بدل ما 300 ألف ينتخبون نائب واحد أسوي هياب كل 300 ألف ينتخبون نائب واحد وأغير ببعض القوانين أجعل ثلاث محافظات دائرة انتخابية واحدة أجعل العراق دائرة انتخابية واحدة مدراء عامين بهذه الدرجة تجي تلقى لك كل منصب رئاسي لابد أن تتوزع به المحاصصة هذه إذا ما أردنا أن ننظر لها من عملية واقعية بوجود طبقة سياسية شيعية سنية كردية طيب شون تقدر تتنازل عن حقك أو تعطي إلى سين من المكونات وتسحب عن المكون الآخر هل يحتاج لها حديث طويل ويحتاج لها تفاه نحن في صدد هذا الحديث يعني لما نسحب وتعتبر هذا الموضوع تنازل عن الحق هنا أستاذ عمر نتحدث عن الاستحقاقات الاتخابية الأوزان السياسية الكتل البرلمانية التي كان لديها وزراء ممثلين أو لم يكن هناك أكيد كانت وعود بإعطاهم درجات خاصة هل تستطيع هذه الكتل التنازل عن بعض حصصها مجموعة من هذه الحصص حتى نجد بأن الحكومة هي باستطاعتها أن تقلل هذا العدد وبالتالي من يتحدث عن هذا التفاقم الكبير يعني الكل يعرف بالحقيقة أنه الأحزاب السياسية لديها جمهور نعم والجمهور بما أنه صوت لهذه الأحزاب السياسية فهو بالمقابل لدي حقوق على هذه الأحزاب وبهذا الصدد نرى بأنه كل ما زادت الشروط التي هي على الأحزاب السياسية والإملاءات من قبل الجمهور كلما استحدثت بعض المناصب للأسف شديد أعتقد أنه اليوم جسد الدولة العراقية ما بعد يتحمل بعد أكثر من هذه التبعات اليوم هناك ترخف الواضح وأعتقد بأنه حتى الهيكل الوظيفي للدولة العراقية وصل إلى حد التخمة للأسف الشديد أقول أنه جميع الحكومات المتعاقبة لم تذهب إلى تفعيل وتعظيم موارد الدولة من خلال القطاعات الأخرى حتى تتوفر بعض الدرجات الوظيفية أو يكون هناك خروج من مفهوم الدولة المعيلة أو الدولة الحارسة أو الدولة الحامية التي خرجت منها الدول المتقدمة على سبيل المثال لذلك تجد بأنه الكل يبحث عن التعينات اليوم والكل يبحث عن المناصب وأصبحت للأسف الشديد المناصب هي يسيل لها لعاب الجميع للأسف أقول لا توجد هناك منهجية واضحة ولا توجد هناك رؤية مشتركة والتنازلات هي لم نشهدها منذ زمن الانسداد السياسي ولحد هذه اللحظة إذا أرادت أي كتلة من الكتل السياسية أن تذهب باتجاه تنازلات وعدم أخذها لحصتها من المناصب سوف تطالبها جمهورها وسوف تعاتبها لأنه موجودة كتل سياسية أخرى هي تكون بمثابة يعني الأداة الضاغطة على هذه الأحزاب للأسف الشديد أقول علينا اليوم علينا اليوم الذهاب إلى ترشيق جسد الدولة العراقية لأنه ما بعد يحتمل الوضع أكثر وأصبح الجميع يسعى لأن تكون المناصب هي الديمومة والاستمرارية لهم في حياتهم المستقبل طيب قبالة هذه المناصب الخاصة أستاذ واء نتحدث عن عضوية ورئاسة الجهن البرلمانية وهذا أيضا جزء مهم عدم عقد الجلسة البرلمانية يوم الثلاثاء هناك النواب رجح وعقدها خلال يومين وهناك من رجح بعقدها خلال الفصل التشريعي الجديد الجهن البرلمانية اليوم مطالبة بتقديم أعمالها بإثبات فاعليتها إن لم يكن هناك اختيار مناسب أو تحديد لرؤساء هذه اللجان كيف من الممكن أن تكون فاعلة يعني يجب أن تكون مهنية سوف استاذ أحمد يعني حقيقة أنت قاعد تركز على مواضيع حساسة في قضية إدارة يعني نمط العمل البرلماني على الأقل كونها الجهة يعني التشريعية وجهة رقابية بذات الوقت يعني أنها تشرع قوانين وتراقب أداء الجهة التنفيذية الحكومة التي إذا ما صدر منها أمر فبالتالي هكذا خيارات يعني يفترض أن تكون مبنية على يعني شيء صحيح ودقيق لا أن أعتمد نظاما والله كبير السن لابد أن يكون طيب يعني كبير السن إذا كان خليه بلجنة مالية مثلا وحشا يعني هذه المفردة أنه فاسد يعني يعني شنو لأنه كبير السن أعتبر خلص يعني مزكة يفترض إذا فعلا الكتل السياسية صادقة وجادة باهتمامها بالتغيير نحو الإصلاح وتصحيح ما مر من سنوات يجب أن يتم الاختيار لرئيس اللجنة ولأعضاء اللجنة أن يتم اختيار دقيق لا يقالب تخليلي باللجنة فلان من فلان مكون من فلان مذهب أوكي بالله هذا أمر يعني لا يبعد ولا يخرج ويسحب الجنسية العراقية والانتماء الوطني لكن أنا أتحدث عن مؤهلات وأنا ما أتحدث عن بعد وطني لا لا أشكك بالبعد الوطني لكن بعض الأحيان أشكك بقدرة ومؤهلات هذا الشخص الذي يدير هذه المؤسسة فبالتالي هذا ينعكس أيضا في جانب اللجان وتشكيلها بالبرلمان لما لها من الأهمية يعني لدينا الآن يعني الكل يتداول اسم أحد النواب السابقين الذي كان أيضا عضو في لجنة برلمانية يمثل الجانب المالي ألم تكن عليه مؤشرات الآن والقضاء يتحدث عن أمور كثيرة خصة فبالتالي أنا أتحدث عن اختيارات دقيقة هي المعيار الصحيح الذي يفترض أن يتفق عليه قادة الكتل وليس المهم أن تكون هذه الشخصية يعني أتصور الأحزاب اليوم ما معقولة يعني ما عدها مثلا واحد تستطيع أن يتفقون عليه أصلا في بداية الترشيح مو إلا بالوصول بدرجة نهائية لذلك أعتقد أنه هذه واحدة من القضايا المهمة الحقيقية التي يجب أن يعيد النظر فيها قادة الكتل السياسية أيضا هناك قضية تبدو أنها أكثر أهمية وأستاذ عمر رغم ما يضل به سيد الركابي نتحدث عن الطريقة هل هي توافقية أم تكاملية بين الوزارة وما يقابلها من لجنة برلمانية على سبيل المثال خلنا أخذ لجنة التعليم التربية والتعليم البرلمانية هل هي تتوافق مع وزارة وزارة التربية أو وزارة التعليم أم يجب أن تكون عملية تكاملية حتى نحقق هذه الجزئية الرقابية حتى لا يكون حزب داعم لحزب أو من ذات الحزب يعني بصراحة بما أنه هي الحكومة أصلا يعني تشكلت على أساس أنها حكومة ائتلافية توافقية فينبغي أن تأخذ جميع المراحل والمؤسسات وإدارة الدولة بطريقة توافقية كالتي ذهبوا إليها بتشكيل الحكومة أي بما معنى هي مسألة تكاملية وعملية توأمة لا يمكن أن تنفصل وزارة التعليم العالي على سبيل المثال عن التربية لأن هناك جوين فينشر يعني موجود ارتباط شكلي أو غير شكلي في عمل هاتين الوزارتين إذن الموضوع يحتاج إلى فلترة ويحتاج إلى أن نعرف ما هي المعايير والشروط التي وضعتها الكتل السياسية لترشيح مثل هكذا شخصيات من أجل أن تتسنم مثل هكذا مناصب وزارية أو درجات خاصة على سبيل المثال ينبغي الخروج اليوم من الكلاسيكية التي اتبعتها الأحزاب والتيارات السياسية منذ التغيير عام 2003 ينبغي الذهاب إلى إيجاد إيجاد كفاءات والتكنقراط لديهم القدرة على إدارة هذه المناصب بحرفية تامة بعيدا جدا عن الميول والانتماءات الشخصية والفئوية والحزبية أنا أعرف بأنه لا يمكن أن نذهب لهذا المفهوم لأن الكتلة السياسية عفوا الكتلة السياسية هي من تأتي بهذه الشخصيات ولكن لا ضير إذا كان جميع لديه رؤية موحدة من أجل الذهاب لبناء دولة المؤسسات وأن تعبد الطريق أمام الحكم الرشيد فأعتقد أنه لن يكون هناك أي نوع من عدم الإنسجام مع بعض إذن الموضوع هو موضوع تضامني بامتياز وأن تكون الكتلة السياسية اليوم على قدر المسؤولية لأن لا يعاد سيناريوهات الحكومات السابقة لأن شارع اليوم هو ممتعب جداً والدليل على ذلك المظاهرات التي حفتت هذا اليوم في الناصرية ينبغي أن لا تتكرر مثل هذه الأمور لأننا ربما سوف نذهب لإعادة لا سامح الله سيناريو السيد عادل عبد النهدي في الأيام المقبلة أنا أشكرك شكراً جزيلاً السيد عمر الناصر السياسي المستقل والشكر كثير لحضرتك الأستاذ وعلى الركاب عضو تلاف دولة القانون أثريت الحوار وللأسف ما قدرنا نأمن الاتصال مع سيد ثائر مخيف نائب عن اتلاف دولة القانون أتمنى فيها الحلقات الأخرى يكون هناك اتصال مع سيد النائب شكري موصولاً لكم مشاهدياً أحباً على حسن المتابعة في أمان الله شكراً 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 شكراً